مشاهدين ولمزيد من التفاصيل حول المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السومالي اليوم معنا عبر الهاتف الآن السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية بعد التحية مع علي السفير الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم شدد خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع بينه وبين نظيره السومالي شدد على رفض التدخل في شؤون السومال أو المساسي بوحدة أراضيها كيف ترى هذا الموقف المصري الوضح نحو عدم التدخل في شؤون الصومال أو المساسي بوحدة أراضيها؟ ماذا يكرر الرئيس السيسي قرره عدة مرات بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية مع عدم السمح بالتدخل في شؤون الداخلية للدول العضاء سواء الدول العربية أو الدول الأفريقية العضاء في الاتحاد الأفريقي مصر والسومال تربط مع علاقات وسيقة حتى قبل الاستخلال الجمهورية السومالية كان هناك استعمار بريطاني واستعمار إيطالي ومصر قدمت الدعم لحركة تحرير أو الاستخلال كلا المنطقتين التابعتين باستعمار البريطاني والإيطالي وحست على انضمام الدولتين إلى أن يكون دولة السومال الفيدرالية التي عاصمتها مقدشيو انفصلت للأسف منذ عدة سنوات أو أعلنت انفصلها جمهورية أرض السومال وأثيوبيا منذ عدة شهور كانت تنادي بضرورة أن تحصل على منفذ على المحيط الهندي لأن دولة كبيرة حبيثة يصح أن تكون لديها منفذ على البحر رفضتها كل دول شرق أفريقيا خاصة مع التنميح من الجانب الأسيوبي بأنها ستحصل على هذا المنفذ بريط كل الوسائل ملمحة إلى حتى استعمال القوة في هذا الصدد رأت أسيوبيا في أرض السومال الجزء الذي أعلن انفصله ولم يعترف بأي أحد في العالم فرصة للحصول على مذكرة التفاهم بإعطاء أسيوبيا نعم على السفير أشكرك شكرا جزيلا السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك